خلال 12 عاما من عمر ثورة سوريا ارتبط بشار الأسد ونظامه بعمليات قتل وتعذيب ممنهج بحق معارضيه في المعتقلات وهو ما وثقته منظمات حقوق إنسان دولية بينها العفو الدولية وهومن رايت سووتش ولا تزال صور قيصر وتقرير المسلخ البشري الذي أصدرته منظمة العفو الدولية دليلا ماثلا على الجرائم التي قل مثيلها في العصر الحديث كل هذه الفضائع ترشح مما تسرب من معلومات قليلة بيد أن ما بقي مكتوما حتى الآن هو أشد قصها لعشرات آلاف المعتقلين الذين تقدر أعدادهم بما يزيد عن 15 ألف معتقل أمام هذه الجرائم تمثل محاولة التطبيع العربية مع نظام الأسد عاجزة عن تقديم إجابة لملايين السوريين حول جدوى هذا التطبيع مع نظام لا يملك ما يقدمه للعرب إلا مزيدا من شحنات المخدرات وتنفيذ الأجندات الإيرانية التي تعتمد نشر الإرهاب والفوضى أساسا لمشروع نظام خامنئيه وبينما يسير الموقف العربي الرسمي بأغلبيته باتجاه التطبيع مع نظام الأسد لا تزال واشنطن تحتفظ ولو شكليا بموقفها الممتعد من هذا التطبيع مشككة بالتزام النظام بشروط التقارب العربية كما صرح بذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أثناء زيارته للرياض المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ستيكني أعادت التأكيد على أن بلادها لن تتخذ خطوات تطبيع مع نظام الأسد دون حدوث تقدم حقيقي نحو حل سياسي للصراع وفقا للقرار الأممي الشهير 2254 مراقبون ومتابعون للملف السوري يرون أن كل خطوة لإعادة تدوير الأسد لن تكون مجدية إذ إن نظام الأسد لا يملك أوراق تؤهله لتعزيز موقفه فهو بحد ذاته عبارة عن ورقة إيرانية روسية يمكن حرقها أو إلقاؤها في سلة المهملات إذا اقتضت الحاجة